وعلى هامش فعليات المؤتمر شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القصري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حيث تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر تصالا بالأزمة في غزة مؤكدين حرصهما على العمل المشترك لتحقيق فراجة في الوضع المتأزم في قطاع غزة كما أكد بوريل دعمه للدور المحورية الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصيداء